حقائق مثيرة عن الشيخة مياسة أخت أمير قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة الثاني وموزة السند وأخت أمير قطر الشيخ تميم الشيخة دي اللي عمرها في التلاتينات اسمها لما بيتقال في قطر ليشن ورن ومن خمستاشر سنة بقى اسمها بيلمع في عالم الفن وصنفت من أهم الصحف البريطانية إنها الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم في الفن المعاصر كمان اسمها موجود في مجالة فوربس ضمن أقوى ميت سيدة في العالم لكن دايماً المياسة بتفاجئ الكل بشرقها للوحات بمليارات الدولارات في الفيديو ده حنقول لكم حقائق غريبة مثيرة عن الشيخة مياسة وإزاي بتعيش حياتها الشيخة مياسة عشان هي أميرة وبنت أمير وأخوها أمير وبنت سيدة البلاد الأولى الشيخة موزة فمن الطبيعي إنها عايشة في أرقى القصور في الضوحة بقطر لكن اللي بتشتريه هو الأغرف في كل حاجة يعني مثلاً اشترت لوحة للرسام الفرنسي الشهير بول سيزان بـ 250 مليون دولار كمان دفعت 142 مليون دولار علشان تشتري سلسيات الفنان الأيرلندي فرانسيس بيكون كل المليارات دي دعف الفلوس اللي أنفقها متحف الفن المعاصر في نيويورك ثلاث مرات ودعف 175 من اللي أنفقه متحف الفن المعاصر في لندن الشيخة المياسة احتلت الموقع التسعين في قيمة الأكثر تأثيراً في مجال الفنون سنة 2011 وبعدين بقت في المرتبة الحداشة سنة 2012 وأحلت الموقع الأول سنة 2013 على أسماء كتير في الفن المعاصر والقوة دي ما جاتش كده من فراغ دي كانت من المزادات الدولية اللي كانت بتحضرها فكان معها تحف مش عند حد كل ده علشان تبقى بلدها قطر مميزة بالتحف دي ولما مسكت المياسة إدارة المتاحف بقطر دمجت بين التراث العربي والغربي في متاحف قطر وبيعتبر كتير أن الشيخة المياسة لها تأثير كبير محلياً ودولياً في مجال الفن المعاصر لكن الإنفقات دي أثرت على اقتصاد قطر وتباطئ تقدمها باختصار المياسة هي بنت حمد بن خليفة ألساني من موليد قطر تحديداً في مدينة الدوحة الف تسعمية تلاتة وتمانين اتعلمت الشيخة المياسة في جامعة ديوك وكان تخصصها في الأدب وعلوم السياسة وتخرجت من جامعة باريس من كلية الدراسات السياسية وبعد ما تخرجت اشتغلت على طول وبقت مندوب للأمم المتحدة بعدها فترة تجوزت جاسم بن عبدالعزيز الثاني في الدوحة سنة 2006 وجاسم ده هو الابن الأكبر لعبدالعزيز بن حمد الثاني بتعتبر الشيخة مياسة مديرة المتاحف في قطر والأكثر تأثيراً في العالم في مجال الفن المعاصر واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عين مصر